كفتة الأكابر أو الكباب الكوابري أو الكباب النافش الكفتة دي أكلة من مدينة أبو كبير في محافظة الشرقية بتتعمل عندهم في الأعياد والمناسبات عشان كده اتسمت الكباب الكوابري نسبة للمدينة اللي هي أبو كبير طعمها جميل جدا وطرقتها سهلة وكمان مكونتها بسيطة جدا أتمنى الفيديو عجبكم وتعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة دي كل المكونات اللي هنستخدمها معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة واللحمة المفرومة ياريت تكون بدون دهن أو كمية الدهن تكون قليلة وكمان معانا 3 كبيات من الرز الرز ده مخصول ومتصفي كويس جدا فيه ناس بيستخدموا 5 كبات بس 3 كبات كفاية جدا عشان طعم اللحمة يكون ظاهر وكمان نص حزمة من البقدونس ونص حزمة من الشبت مخصولين ومتصفيين كويس ومتقطعين صغيرين وكمان معانا معلقة كبيرة من التوم المفروم حوالي 5 فصوص توم وبصلة كبيرة واثنين فلفل بارد واثنين فلفل حامي الفلفل ده حجمه صغير لو حجم الفلفل كبير يبقى كفاية فلفلاية واحدة باردة وفلفلاية واحدة حامية وتوابل الكفتة دي بسيطة جدا هي معلقة ونص صغيرين من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود ويفضل كمان ان كل انواع الكفتة اللي بنعملها ما نضفش ليها اي توابل خالص غير الملح والفلفل الاسود لان التوابل الكتير بتغير طعم الكفتة تماما بعد كده في كبة الخلاط هنقطع البصلة وكمان هنقطع الفلفل ونضيفه وهنشيل الجزء اللي فيه البزور ونفرومهم في الكبة الاول قبل من ضيف اللحمة انا فرمت البصل والفلفل الاول عشان لو فرمتهم مع اللحمة مش هيتفرموا كويس بعد كده هنضيف للبصلة والفلفل المفروم معلقة التوم وكمان الخضرة وكمان هنضيف ليهم اللحمة المفرومة وهنضيف عليهم كمان الملح والفلفل الاسود وهناخد المكونات دي ونفرومها كويس جدا لازم الخلطة دي تكون نعمة جدا بعد كده هنفضيها في طبق كبير لازم تكون نعمة جدا بالشكل ده واخر حاجة خالص هنضيف عليها الرز الرز ده زي ما قلتلكو ثلاث كبات من الرز مغسلين ومصفين كويس جدا من المياه وهنقلب الرز مع اللحمة كويس جدا هنفضل نقلب فيهم لحد ما يتمسكوا مع بعض وفي اضافة اخيرة وهي نص معلقة صغيرة من الكربوناتو ولو الكربوناتو مش موجودة ممكن نضيف عليها نص معلقة صغيرة من البيكنج بودر ونقلب البيكنج بودر مع الكفتة كويس جدا بس طبعا الكربوناتو هو الاساس وفايدته ان هو ما بيخليش الكفتة مكتومة وبيخليها هشة وجميلة جدا دلوقتي هنشكل الكفتة او نصبعها هناخد قطعة بالشكل ده ونعملها زي سطوانة بادينا بالشكل ده ونضغط عليها جامد عشان الرز يمسك في اللحمة اكتر وما تفكش خالص وهي بتستوي وشكل الكفتة دي ما بيكونش شبه الكفتة العادية هي بتكون شبه الاسطوانة بالزبط وطبعا حجمها بيكون حسب الرغبة بس هو ده الحجم المناسب واللي بتتعمل به دايما ونحاول نخلي كل قطع الكفتة زي بعضها بالزبط شايفين بتكون بالشكل ده بعد كده نرصها في طبق ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة وزي ما قلتلكم حاولوا كل قطع الكفتة او صوابع الكفتة تكون بنفس الحجم ودي شكل الكفتة بعد ما خلصتها شايفين نص كيلو اللحمة وثلاث كبات الرزة عملوا كمية كبيرة ازاي وكمان حجمها تقريبا كلهم قد بعض دلوقتي هنشوف ازاي نرص الكفتة في الحلة عشان نسويها هنجيب حلة كبيرة ونجيب شوك ومعالق العدد اللي تحبوه بس يفضل يكونوا كتير يعني حوالي عشرة او اتناشر معلقة او شوكة وهنحط الشوك والمعالق في اسفل الحلة بالشكل ده ويفضل ان هما يكونوا معكوسين مع بعض وفايدة الشوك والمعالق دي عشان يعملوا عازل والكفتة ما تلزقش في الحلة وممكن تستخدموا الطريقة دي كمان في عمايل المحشي وبالذات محشي ورق العنب وكمان في المقلوبة دلوقتي بنجيب شرايح بطاطس والشرايح تكون تخينة شوية والبطاطس دي اختيارية ممكن تحطوها وممكن لا وهنرص شرايح البطاطس دي فوق الشوك والمعالق بالشكل ده انا استخدم تلات حبات من البطاطس متوسطين بس كمية البطاطس بتكون حسب الرغبة بعد كده بنرص الكفتة فوق البطاطس اول رصة من الكفتة بتكون عادية خالص بس الرصة اللي فوقها بتكون عكسها بالزبط يعني بتكون عكس عكاس وده عشان ما تلزعش في بعضها وكمان تستوي كويس وما تخافوش لو عملت الكفتة بنفس الطريقة اللي انا عملتها بيها مش هتفك منكو خالص كده خلاص انا رصيت كل الكفتة زي ما شفته رصتها عكس عكاس دلوقتي هنعمل الشربة اللي هسقي بيها الكفتة في حل على نور متوسطة هحط في الحل دي معلقة كبيرة من السمنة او الزبدة لو استخدمت الزبدة هضيف على الزبدة معلقة من الزيت عشان الزبدة متتحرقش بعد ما السمنة او الزبدة يسيحوا هضيف عليهم معلقة صغيرة مبشورة من البصل والبصل بيكون مبشور او متقطع قطع صغيرة جدا هشوح البصلة دي في السمنة او الزبدة شوية صغيرين يدوب بس تتبل بعد كده هضيف لها عصير 8 طماطميات او عصير 0.5 كيلو من الطماطم دلوقتي هضيف الدوابل معايا معلقة صغيرة من الملح والملح زي ما قلتلكو بيكون حسب الرغبة وطبعا بين كل مرحلة بتدوء الاكل عشان لو محتاج ملح الضفوله وكمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وربع معلقة صغيرة من السكر وكمان مكعب ماجي اللي هو مكعب مرأة الدجاج ونضيف على الحاجات دي معلقة كبيرة من السلسة وده عشان الطماطم عندي صفرة لو الطماطم لونها احمر او مستوية ما بتضفوش السلسة بنقلب المكونات دي ونسيبهم يتسبكوا كويس على نار متوسطة ولازم السلسة دي تتسبك كويس جدا عشان بيكون طعمها حلو وهي متسبكة وبعد ما تتسبك بنضيف عليها لتر من الشربة والشربة لازم تكون دسمة يعني لو شربة بطة دسمة او شربة لحمة دسمة او شربة ضاني بتكون حلوة جدا مع الكفتة دي بعد كده بنقلب الشربة مع السلسة ونسيبها تغلي يدوب بس تغلي بعد كده بنسقي الكفتة بيها بنجيب المقصوصة وننزل بالشربة كبشة كبشة او شوية شوية عشان لو نزلنا بالشربة مرة واحدة الكفتة هتتهري وتتفتت مننا وهنضيف على الكفتة دي كل كمية الشربة اللي عملناها لو اتبعتوا الخطوات والمقادير مقدار الشربة دي منيسب لمقدار الكفتة بالزبط وزي ما قلتلكم اضيفوا الشربة بالتدريج عشان الكفتة ما تتهريش منكم كده انا ضفت للكفتة كل كمية الشربة اللي عندي بعد كده هغطي الحلة وشغل النار على نار متوسطة واسيب الكفتة تغلي مع الشربة واول ما الكفتة تغلي هسيبها على نار متوسطة لمدة عشر دقايق بعد كده ههدي النار يعني النار تكون تحت المتوسطة بشوية واسيبها كمان عشر دقايق بعد كده هوطي النار خالص واسيب الكفتة تستوي والمدة اللي بتستوي فيها الكفتة كلها على بعضها حوالي ساعة الاربع او ساعة العشر دقيق وطبعا قبل ما قطف النار باختبر الكفتة واشوفها اذا كانت استوت ولا لأ باخد كفتايا بالشكل ده واحطها على طبق واشوفها اذا كانت استوت ولا لأ لو استوت بط في النار ولو ما استوتش بسيبها كمان عشر دقيق وده شكل الكفتة بعد ما خلصت شايفين شكلها حلو جدا ازاي ونفشة جدا ازاي عشان كده بيسموها الكباب النافش او الكباب الكوابري نسبة للمدينة اللي بتتعمل فيها وهي مدينة ابو كبير في محافظة الشرقية ودي كل كمية الكفتة اللي عملتها شايفين نص كله اللحمة طلع علينا كمية كبيرة ازاي وكمان عايز اوريكو الحلة من تحت بعد ما شلت الكفتة منها هتشوفوا ازاي الكفتة والبطاطس ما لزقوش خالص وده عشان الشوك والمعالي اللي حطناهم في الحلة من تحت اتمنى كفتة الاكابر او الكباب الكوابري او الكباب النافش يعجبكم واتجربوه بطريقتي وبالهنة والشفة مقدما وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته